طبعاً حلقة يوم الأربعاء ما تكمل بدون عمر أبو حاكمة بفقرة كورفان فبدايةً عزيزي الرحب بي عمر شوانك عمر؟ تمام الحمد لله كيف كنتم؟ تمام اشتاقين لك عمر أنا أكثر أنا أكثر يعني نحكي أخيراً خلص التوقف الدولي بمباريات المنتخبات ورجعني للأندية دور الأبطال ودوريات المحلية فاخرينيك أبدأ معك بسؤال عن منتخب ألمانيا بعد إقالة المدرب هانسي فليك شو السبب؟ نحكي وليه وصلت ألمانيا حتى لهيك مستوى نحكي أكثر هلا هانس فليك يعني هم خلينا نحكي شوي ظلموه بأنه حطوه مع المنتخب الألماني فعلياً يعني المدرب يعني الجميع بذكره مثل مبارات برشونا التاريخية اللي هي تقريباً ثمانية اثنين طبعاً وفاز بالسوداسية خلينا نحكي فعطوه أكبر من حجمه أنه لسه معه خبرات كثير والمدرب لسه فعلياً ما خط حديات كثير حتى أنه يستلم تدريب منتخب كامل زي ألمانيا المنتخب العالمي منتخب منافس أي بطول اللي بدخلها فالمدرب خلينا نحكي هم فعلياً ظلموه وأيضاً يعني أدوات ألمانيا الحديثة حالياً لسه اللاعبين بشه زي قبل اللاعبين يعني ما بتحسهم ببذله كثير زي أيام ما كان مثلاً كأس عالم 2014 شوفنا كيف ألمانيا فازت بكأس العالم أما حالياً الإجداد كل لاعب مش منسجم لا بفريق ولا بالمنتخب وفيه بواجه مشاكل سواء إصابات أو في التحديات التكتكية لذلك هنسف لك هم فعلياً ظلموه بأنه حطوه مدرب للمنتخب هو أيضاً ظلم نفسه بأنه وافق على تدريب المنتخب يعني فقط هي لو ما صارت يعني بديش أجزم ولكن لو ما صارت مباراة برشونة 8-2 كان ممكن ما نسمع فهنسف لك أنه صار مدرب لألمانيا لذلك اللي بصيرهم من نتيجة قراراتهم فيقال بأنهم أعادوا هاي كلة الاتحاد عشان يتجاوزوا هاي المرحلة وفيه مناقشات جديدة مع المدرب ناغلسمان أنه هو يستلم أيضاً مدرب سابق لبير ميونيخ وتم إقالته أيضاً زي هنسف لك لذلك نشوف شو رح سيحد مع ألمانيا ولكن البوادر يعني بطولة اليورو القادم يعني على ما يبدو ما رح حكون فريق منسجم أو المنتخب ما رح حكون منسجم فما ننتظر منهم كثير أداء في البطولة القادمة بالحديث حساً على الأمدية بالنسبة لإنجلترا وخاصاً نادي مونشستر ينايتد نسمع فيه أحداث ومشاكل كثيرة تتصير فشنو أسباب هاي الأحداث والمشاكل تتصير عندهم؟ هلا نادي مونشستر ينايتد أبرز اللي بيصير مرحباً بسبب عدم وجود معددين نفسيين أو أطباء نفسيين خلاني نحكي في النادي نادي مونشستر ينايتد الأعلى قيمة تقريباً في العالم مناصف مع ريال مدريد لا يوجد طبيب نفسي يرايح احتياجات الفريق الذهنية أو احتياجات اللاعبين حتى الشخصية كمان بأنهم مثلاً لديهم مشكلة يرجعون لطبيب نفسي ولازم يكون موجود هذا بسبب؟ لا لازم يكون موجود في كل الأندية لازم يكون موجود أكيد في مونشستر ينايتد في شخص واحد فقط أنا كنت أتكلم معلومة في شخص واحد في مونشستر ينايتد فقط للطب النفسي لذلك أنتوني ومشكلته أيضاً سابقة مشكلة جرينيوود هي مشكلتين مختلفات عن بعض وكل السبب واحد أو النتيجة واحدة ولكن جرينيوود تم إيقافه أو استبعاده من الفريق بينما أنتوني تم إيقافه بإيجازة حتى أنه تنحل أموره لذلك أنتوني و جرينيوود و جرينيوود مختلفة المشكلة تبعيتهم مختلفة فعشان هيك مشكلة نايتد هو يتحمل كل ما يحدث في الفريق لأنه بساطة لا يوجد الهيكل الإداري و حتى الهيكل الفني ليس مكتمل خصوصاً أن المشكلة نايتد تقريباً في الفترة الماضية خلال الأسبوعين في الماضيات فقط تقريباً ربع قيمته في البورصة بسبب المشاكل الكثير فيها فعشان هيك مشكلة نايتد تتحمل كل ما يحدث ولسه في مشاكل أكثر بانتظار مشكلة سانشو أيضاً في الشق الهجومي لأنه أنجلترا إعلامها كثير قوي فبالتالي ما برحموا حداً كل اسم يستغلوا حتى يظهروا فيه دعونا ننتظروا ما سيحدث المشكلة كنت تتحدث عن أنتوني اللاعب البرازيلي والذي تم استبعاده من النادي بسبب مشاكله الشخصية ماذا يحدث في هذا الموضوع؟ كما تتحدث عن سانش وانتوني مختلفة المشكلة هي نفسها ولكن الحل المشكلة ليست مختلف مع اللاعبين لأنهم واجهوا مشاكل في أن تتبعوا السلوب مع سانش وانتهت بين اللاعبين تقل الدور الإسباني بينما أنتوني يحاولوا أن يجملوا صورة النادي حتى أنهم لا يخسروا أكثر من قيمته الاستثمارية في النادي وأيضاً قيمة مجلسونيتد ككل لأنه زي ما كنت أتحدث لك نهارة قيمة مجلسونيتد في البورصة عكس ما بدهم لهم تقريباً ثلاث أشهر يحاولوا يرفع قيمته الأعلى ما يمكن في مشكلتين تقريباً نهارة القيمة خلال الأسبوع الماضيات لذلك أنتوني هو أكد أنه أنا يعني يرجع موضوع أنتوني هو أكد أنه أنا ما عملت إشي والتحقيقات للسجارية لذلك مجلسونيتد اتخذ الخيال الأفضل بإعطاءه إجازة وليس استبعده إجازة تختلف عن ما حدث مع جرين وود الذي تم استبعده بشكل رسمي وصريح في البيانات الرسمية يقدروا يشوفوها لذلك أنتوني يعني خليلنا نحكي هو ضحية للضغوطات الموجودة في نادي مجلسونيتد بسبب عدم موجود هيكل كامل إراءة احتياجات الفريق مثلاً في مجلسونيتد في مانشنسر سيتي غان دوغان وأقويرو وعدة لعبين ودوبروين أكدوا أننا لدينا أي مشكلة نذهب على الجهاز النفسي أو على طباء النفسيين ونرى ما يحدث فمانشنسر اونايتد يتحمل ما يحدث في الفريق زين بالنسبة هم ضل في مانشنسر اونايتد صارت أنه سحبوا ومشجعين من المدرجات فشون سبب هاي الحدث اللي صار ونزلوا المشجعين اللي هم مشجعين نادي مانشنسر اونايتد نزلوهم من المدرجات فشون سبب هاي الحدث اللي صارت هلأ ماشنسر اونايتد نعم يقال بأنه تم استبعاد يعني منظمة كاملة بتقعد في المدرجات أنهم مسؤولين يعني بيحكوا أنهم بيسبب وزعاش في الملعب ولكن هذا الحكي بحسب الصحف غير صحيح تم استبعادهم بسبب أنهم خلال المباريات بيطالبوا الإدارة بإنها تتعاقد مع لاعبين أو حتى إنها ترحل من النادي الإدارة لذلك الإدارة فضلت أو ملاك النادي بشكل أحرى فضل وأنهم يبعدوهم عن المدرجات كاملة حتى يخفوا الجدل والضغط على اللاعبين ومن الصحافي كمال لذلك استبعادهم هو قرار مدروس هو خاطئ تماماً لأن الجليزر أو ملاك ماشنسر اونايتد لازم يطلعوا من الفريق فهم يحاولوا يخفوا أي صوت بيطالب بإخراجهم بالفعل فعشان هي كماشنسر اونايتد يعني مجموعة من الضخبطات يعني صعب صعب يعني من وقت مقابلة ماشنسر من وقت مقابلة رونالدو والفريق بعم في الفوضى فإلى الآن ما نحلت فننتظر ونشوف ما سيحدث في ماشنسر اونايتد طيب عمر خلينا نحكي عن آخر لاعب هو بوكبا مع يوفينتوس وشفنا كيف نحكي تم إثبات تعطيل المنشطات كيف وصل اللاعب مثله لهاي المرحلة هلأ بوكبا هو يعني مسيرته مليئة بالقرارات اللي مش هو باخدها كانت للراحل ريولا وكيل أعماله كان ينقله بين يوفينتوس لماشنسر رونالدو رجع على يوفينتوس فبالتالي اللاعب فعليا ما بعرف يأخذ قرار فعشان هيك نجد تخبطات كثير في مسيرته أخيرها تعطيل المنشطات واللي تم إثباتها يقال رح يتم إجراء فحص ثاني ولكن على الأغلب رح تكون نتيجة إيجابية للمنشطات فبوكبا يعني هو بيقول بيحكي إنه أنا كنت في أميركا واستشارت طبيب والطبيب عطاني هرمونات وعلاجات وأنا ما كنت بعرف يعني هو بده يحاول يتهرب يعني بيحاول أنه يعترف حتى تخفي العقوبة إنه أنا ما كنت بعرف في الموضوع هذا الدواء أو إنه فيه موضوع منشطات أو هرمونات بتندرش تحت المنشطات فعشان هيك بوكبا هو يتحمل نتيجة قراراته فيعني على الأغلب رح تنفسخ عقده مع نادي يوفينتوس أو حرمانه كمان تقريبا من 2 إلى 4 سنوات من مارس كورت القدم أقل شيء أقل شيء فهذا بدمر مخططات النادي اللي كانت يبيعه واللاعب اللي كان دوينتق للسعودية فتقريبا مصيرة بوكبا يعني شوية انتهت مع نادي يوفينتوس يعني طبعا أنا لو طبعا أنت لا طبعا أنت لا طبعا أنت لا أتي ميصر يلا يعني عمر بدي أحكي لك شكرا كثير لوجودك معنا شكرا وهكا خليك بتطلعنا على آخر الأخبار الكروية إن شاء الله شكرا إليك عمر